بعد ما سمعنا خالد بيبو وأحمد عبدالقادر ووسامة أبو علي أحد النجوم اللي سجل هدف عالمي كانت دور على كلار عشان نسمعه وقال نفسي نسمع عليه معلول عليه معلول عمل مباراة عالمية تحتار أكرم توفيق ولا عليه معلول ولا مين ولا مين لكن خلينا نروح معاك للجانب الفني في اللقاء يا كابتن شامت فضل يعني بصراحة الراجل النهاردة أول حاجة لازمة هنيه على اختياره للتشكيل سبب التشكيل يمكن تغييره واحدة زي ما هو قال في المؤتمر الراجل بدأ من الأول طبعا ضغط لاب 4-1-4-1 في الأول بعد كده تحولت لـ 4-3-3 صريحة اللي هو يبقى أكرم في وسط الملعب وطالبنا أنه يبقى أكرم في النص لأنه عنده الأدوار الدفاعية كويسة جدا جدا بيعرف يعني لو طلع الاتنين سواء كوكا أو السلية هو بيعرف يغطي وكلر عنده مشكلة حلوة يعني مروان عطيه غاب بيظهر أكرم توفيق بالشكل الجميل ده يعني كل حد بيغيب بيظهر واحد بشكل رائع كوكا بيقدي بشكل أكتر من المنتاز عمر السلابية استعيد بريقه فيش حد وحش الحياة النهاردة محمد هاني كل الناس عبد المنعم رامي وسام بيرسي عم قادر كل الناس يعني ومن هنا لازم حقيق المعد البدن يا كابتن لأن النهاردة لما يجي أكرم من بعيد قوي ويرجع بالشكل ده يعني هو يلعب 90 دقيقة أو 102 دقيقة يعني بالشكل ده طبعا هو قمة الرجولة وقمة الإعداء الفعال في نص الملعب وده أصلا أكرم هو ده طبيعا أكرم الروح والحماس والجري الكتير فالنهاردة الراجل أسم الموضوع فني أكتر أو أسم المباراة أن فيه جبهات بتشتغل شوطريا ولين لو تلاحظ كابتن شبير أن كل الجبهة الشمال هي لكتشغلة بشكل كويس عبدالقادر علي وكمان كوكا لما بيروح لما يعني بيطلع كوكا هو اللي بيقفل مكان فدي أدوار خفية مش أحد ده يبقى فاهمها يعني لازم يبقى حد مدارب واعي قوي أنه إزاي حفظ كوكا سهل سهل بلعب سهل بلعب سهل هي الشوط الأوليني بصها كابتنى الشوط الأوليني اللي فرق عن الشوط التاني إيه أن أنت كنت تلعب كرة سريعة نعم الرتم كان سريع التحولات كانت سريعة سواء لبيرسيتاو صراحة أحمد عبدالقادر سواء لوسامة أبو علي يعني كل دول كلمة أدوار والدليل على ده كمان أن أنت كنت عندك زيادة عددية من عمر الصلية عمر الصلية في دقيقة عشرة تزديدة ولا أروع ولا أروع كنت ممكن تبقى قول لو بس فتح رجله شوية تروح في الزوال بعيدة وترجع له تاني يجيبها يعملها لوب من فوق يطلحها طبعا المدارب على 29 على خط المرمى فلا كان فيه أدوار مميزة جدا جدا اللي حافظ على ده كمان الشكل الدفاعي معانا ممكن أبقى مشغول بالنواحة الهجومية لكن الدفاعيا مش مركز وتلاقي عندي خطوتي مفتوحة لا كان فيه ثبات انت استخدمت هانيو علي معلول زي الفل في نفس الوقت زي وانت بتقولي الثبات اللي موجود في وسط المناء طبعا ده كان مهم جدا بأن النتيجة بص يا كب أخطر نتيجة سفر سفر وأخطر نتيجة وانت جايب واحد سفر لأن الجون بتاعهم بجونه فدي كانت تبقى صعبة جدا فإحنا وإحنا عاديين بنقول يا رب إن أنا وانا واحد سفر ما نصقش وراء الجماهير والحماس والحلل معنوية وإن أنا سيب خطوتي وراء لأنه هو الراجل الخاص ما عندهش غير إنه هو لازم يجيب جون عشان يبقى هو المتقدم عنك فالحمد لله كان عندك ثبات فعالي كان عندك ثبات في التشكيل في الحتة دي وراء اللي هو التمركز الصحيح ما بين رامي ربيعة وما بين محمد عبد المنقم ومحمد هيني النهاردة كان أدوره هيلة رغم النهاردة نعم الناس ما حستش بيه قوي هجوميا لكن دفاعيا كان منظم جدا جدا